عن تفاصيل سقوط حيفا عروس البحر وماذا حل بها عن مكانة حيفا ما قبل وما بعد النكبي وما يعني تركة النكبي من أثار على هذه البلد الجميلة التاريخية العريقة اللي احنا كتير منعتز فيها ينضم إلينا أسيد عروس سويتات مخطط المدن والناشط السياسي والاجتماعي سعد صباحك عروس أهلا وسهلا فيك يعطيكو ألف عافية ورح نحكي بعد شوي عن الأمسية أكيد اللي نظمت وأقيمت يوم أمس في وادي الصليب ولكن بداية عروس لما نحكي عن ذكرى الذكرى الواحد والسبعين لسقوط حيفا لابد أنه نفتتح الحديث بمكانة حيفا وحيفا قبل النكبي أيضا كان لها مكانة خاصة إننا نحكي اقتصاديا تجاريا ثقافيا وفنيا نبلش بهذا الجانب هذه نقطة كتير مهمة عفاف وإيمان لأنه الرواية الصهيونية روجت أنه يعني هن يجوا أوروبيين مع مشروع حداثي غربي ويجوا لفلسطين أرض بلا شعب بلاحين من دون ولا أي حضارة ولا تاريخ ولا مدينة ولا إشي ويجوا عمليا أنه هن حضرونا هذه الرواية الصهيونية هيك الإدعاءات بها المركزي تاريخ حيفا بكسر هذه الرواية لأن حيفا بالأخص هي رمز عمليا للمشروع النهضوي الحداثوي الفلسطيني الاقتصادي المديني اللي كان قائم قبل النكبي عمليا حيفا كانت مركز اقتصادي واجتماعي جدا قوي وسياسي جدا قوي قبل النكبي كانت تعوج في الصحف كانت تعوج في المجتمع المدني كانت فيها قوة اقتصادية كبيرة جدا كانت تستقبل الهجرة بشكل دائم من البلدات حوالين حيفا كان حيفا إلى دور هي كانت بوابي عمليا للخطوط التجارية والاجتماعية والسياسية للشام للبنان تخيلوا هذه الكلمات بيروتية كانت عمليا بس هذا المشروع بوتر عام 48 وهذا المشروع النهضوي انقطع وبوتر أثناء النكبي بعد التهجير اللي صار في مدينة حيفا أكثر من 73 ألف فلسطيني تم تهجيره عام 48 في مدينة حيفا وظل بقي فقط 3000 فلسطيني اللي تم تركيزهن في حي وادي النسناس تحت حكم عسكري حتى سنوات الخمسين فعمليا في السنوات الأولى من الخمسين بعد عمليا التطهير والتهجير كان في مشروعه جدا واضح أمام الدولة اتجاه حيفا اللي هو عمليا ضرب مكانتها هاي التاريخية وكان بالأساس الهدف هو محل معالم والمركز التاريخي الفلسطيني من خلال مشروع الهدم اللي هو انطلقت فيه الحركة الصهيونية في احتلال حيفا عمليا من خلال عملية المقص ما يسمى عملية المقص اللي هي سميت بمقص لأنه كان تفجير الأحياء العربية الفلسطينية وادي النسناس ووادي الصليب باتجاهين ودفع الناس اتجاه الميناء والسفن كانت جاهزة عمليا لتهجير لاجئين نحو لبنان فالسنوات الأولى في سنوات الخمسين تم هدم أكثر من 40% من المركز التاريخ الفلسطيني في مدينة حيفا عمليا هذا الهدم يعني التخطيط الإسرائيل اعتمد بشكل واضح أنه يطمس هاي المعالم أنه يهدم هاي المعالم ومؤخرا نحن نشوف أنه ما اكتفى فقط بالهدم والطمس وإنما في تشويه هاي المعالم وتحويلها إلى مشاريع اقتصادية اللي رح نتحدث عنها كمان شوي في موضوع التخطيط طبعا عروة بهذا السياق أنت ذكرت وين كانوا يسكنوا طبعا العرب بهاي الفترة هل حسب رأيك كان لتوزيع السكان في أحياء حيفا تأثير على سير المعارك واللي أدى لهاي النتيجة لسقوط حيفا طبعا حتى اليوم كمان تاريخيا وكمان اليوم العرب يتركزوا بالأساس في المركز التاريخي الاجتماعي يعني في البلدة التحتها بين هاي وادي جمال لهاي الحليصة وعمليا كان هذا المركز التاريخي لأنه حيفا بنيت عمليا لأسسها والظاهر عمر قبل 250 سنين وهو بناها كمركز مديني متطور اقتصادي وصناعي عمليا حتى في سنوات العشرين والثلاثين كان لها دور اقتصادي وصناعي جدا مهم فلذلك العرب الفلسطينيين تركزوا في هاي المناطق اليهود عمليا في سنوات العشرين والثلاثين تركزوا على سفوه الجبل وبالتالي هذا أتاح عمليا جزء من الخطة المبربجة كانت أنه أتاح عمليا أو سهل عملية احتلال حيفا ودفع سكان العرب وتفجير الأحياء زي ما حكيت يعني واحد من الشهادات اللي بتقول لو كان يزدتوا براميل متفجرة بين البيوت الناس تركت بيوتها حتى كان الناس تركت كتبها وفراشها وهي دافئة وتم الاستلاء عليها من خلال المشروع التهجيري اللي كان فيه ثمان ورثة وكانت السفن البريطانية جاهزة لتحميل الواقل وحتى أنا شفت على الشبكة أيضا حضرتك دكتور جوني منصو يعني حتى أو شاركونا بصور اللي شوفيها الأطفال في يعني السفن اللي بدا تهجرها بأشي كان جدا قاسي علينا إيمان وعروة بما أنه ذكرنا موضوع الاحتلال وسقوط حيفا نرجع شوي المشاهدين لهذه التفاصيل يعني إذا فيه تفاصيل هامة بالنسبة للمعارك لكيف هجرت الناس من بيوتها المهجرين اللي موجودين اليوم في بيروت وفي الشتات وفي سوريا اللي طلعوا بهدف يمكن الغياب عن البلد أو المدينة لبعض الأيام واليوم 71 عام بعد سقوط حيفا غير عن شاشات التلفزيون والشبكة ربما مش عم بقدروا يشوفوا هاي المدينة فعليا يعني طبعا كان فيه عدة معارك مهمة جدا في حيفا واحد من المعارك المركزية كانت في منطقة الحليصة فيما يسمى بيت النجادة فيه جسر روشمية جسر الحليصة اللي كلنا نعرفه اللي احنا طلعين من البلد نمرد من اتجاهه عمليا في هذا الموقع كان فيه مبنى تاريخي اللي هو يسمى بيت النجادة بيت النجادة هو كان بيت الجمعيات الفلسطينية قبل النكب كان فيه يركز كان عمارة عمليا اللي فيها عدة جمعيات وقوة سياسية واجتماعية اللي كانت مركزة في هذا المبنى أثناء 48 كان له مكاني سياسي جدا مهم في 48 صارت معركة هناك في أثناء بيت النجادة عند بيت النجادة اللي هي كانت معركة جدا جدا استراتيجية في احتلال حيفا من اتجاه الشرق معركة أخرى هي في مدخل وادي النسناس في منطقة ما يسمى عيندور هناك كمان في محطة بنزين كلنا منعرفها ونحن راحين فيتين على الألمانية هذا كمان كان موقع استراتيجي جدا اللي صار فيه معارك اللي كان الهدف منه عمليا احتلال وادي النسناس بشكل مركز معركة أخرى هي في وادي الصليب اللي عمليا في شارع الخياط وفي شارع الخياط باتجاه في البلد التحت وين منطقة المحاكم كل بعرف هناك كان فيه كمان موقع جدا مهم ولازم نعرف أنه أهل حيفا الفلسطينيين قاوموا يعني احنا مش سلمنا وهربنا وتركنا كل شيء وهربنا وتركنا الوطن وهيكا بسهولة بقى منهين هون كمان الناس قاومت والناس واجهت ولكن حجم المؤامرة كان كتير كبير وحتى بعد التهجير وبعد النكبة الناس اللي صمدت وتمسكت في بيوتها وبأرضها وبوطنها وعم تتحدى وتتجدد وأنا بأعطر اليوم اللي عم بيصير بحيفا إعادة اعتبار لإلها كمركز مديني فلسطيني هو إعادة تحدي وتجدد إلنا كفلسطينيين في هذه المدينة رحيح وعلى ذكر وادة الصليب عروة مهم من النوه أنه مازالت لليوم هاي المناطق وحتى معالمها مستهدفة يعني اللي بيصير بوادة الصليب واللي احنا من سنتين وأكثر من صلة الدوق عليه هذا كمان بيدل أنه وكأنه بعد فيه استهداف لهاي الأماكن اللي إلى الرمزية التاريخية في حيفا صحيح هو كان في يعني التخطيط الإسرائيلي أولا مهم نعرف أنه هو وليد الحيز الفلسطيني يعني التخطيط الإسرائيلي بكل مكان على فكرة في فلسطين هو نتاج الحيز الفلسطيني لأنه هو ولد حتى يعمل شغلتين أو يهدم ويمحى الحيز الفلسطيني والعمارة الفلسطينية العريقة التاريخية أو يشوي يستعملها ويشوي معانيها ويحولها إلى مشاريع سياحية اقتصادية ومقاهي وإلى آخر في عملية نحن نشوف أنه في حيفا في سنوات الخمسين والستين والسبعين مسلسل المخططين المركزيين اللي كانوا في منطقة حيفا بشكل عام مركز التاريخي في وادة الصلي بشكل محدد كان فيه مشروعين مشروع الأول هو الاستلاع على أوقاف لأنه تاريخيا كان تلت مدينة حيفا هي أوقاف إسلامية ومسيحية الأوقاف العربية في حيفا اللي هي مش بس مقابر وكنائس وجوامع والآخره كمان كانت مباني تجارية ومباني إسكانية والآخره فالهدف الأول كان الاستلاع على الأرض من خلال الاستلاع على الأوقاف المشروع الثاني كان إقامة القرية الحكومية ما يسموها أو المنطقة الحكومية اللي تم الهدم عشرات ومئات المباني التاريخية وإقامة مركز حكومي جديد اللي فيه المحكمة وعمارة الساروخ اللي كل هاتنا منعرفها كل هاي أقيمت عمليا على أنقاض المركز التاريخي الفلسطيني يعني فيه منطقة مثلا كل هاتنا منعرفها منصف فيها سياراتنا فيه جامع الجراني والبلدي التحتها وحده فيه ديار الكرمليت وكنيسة الكاتوليك حدا بناتهن كان فيه سوق شوام كل هاتنا كانت عمليا مركز تاريخي اقتصادي سوق كل هاتنا كانت بيوت متلاصقة تاريخية اللي تم محوها بالكامل واليوم فيه صفة يعني صفة للسيارات مصفة سيارات اللي فيه مخطط لهناك اللي يكون عمليا كمان مشروع لإقامة عمارة تجارية ل21 طابق وعلى فكرة جزء من هذا المشروع كان يهد مجامع الجراني في البلد التحتها ويعطوا مصلة يعني شوف السخري يعطوا مصلة في الطابق العشرين عمليا للمسلمين ويعني بيهب شعبي تم إيقاف هذا المخطط ففي سنوات الخمسين والستين والسبعين كان فيه تخطيط شكل واضح استعلائي كان التعامل مع العمارة الفلسطينية انه هي يعني مجرد فلوكلور مش اشي عريك مش اشي اصلاني مش اشي متجذر مش هوية هذا المكان انه هي فلوكلور يتعامل معها بشكل استعلائي دون انه هذا الحيز هو دوني غير متحضر ملوث غير حضاري غير حداثي غير راقي هذا التعامل الاستعلائي الاستشراقي هو اللي وجه عمليا سياسة التخطيط حتى سنوات السبعين والثمانين سنوات الثمانين صار تحول في سياسة التخطيط تجاه الحيز الفلسطيني اللي صارت الدولي تشوف انه والله هذا المركز التاريخي له قيمة اقتصادية اللي احنا ممكن نستفيد منها قيمة عقارية اللي احنا ممكن نستفيد منها فصار في مخطط جديد في سنوات الثمانين اللي هو سمي قرية الفنانين في واد الصليب وسموه يعني شوفوا كمان سخري واد الصليب تحول الى سالي فالي يعني شوفوا حتى تشويه الاسم كيف بيصير فعمليا هذا المخطط قرية الفنانين اللي احنا اليوم عم نشوف نتائجه على ارض الواقع من خلال اقامة مباني تجاري وسياحي ومكاتب حكومي ومكاتب للمحامين وايضا سكن يسموه سكن راقي يعني سكن للاغنياء كل هذا المخطط احنا عم نشوف نتائجه اليوم اللي الهدف تبعه بشكل واضح هو تحويل اثار الدمار النكبي في حيفا الى مجوهرات اقتصادية بمعنى تحويل وطننا عمليا الى قضية ملكية خاصة وعقار واشي تجاري اللي بتبطل قضيتنا مع الدولة بتصير قضيتنا مع الشركات فبالتالي في 2011 تحديدا صار في بيع مكثف لواد الصليب بشكل مركز اللي فيه تم بيع واد الصليب بالكامل لأربعة عشر مستثمر فقط تخيلوا وفيه أربعة عشر مستثمر فقط أربعة عشر شركة اللي عملوا مجموعة واحدة يسموها يوسف وإخوانه يوسف بأحاب هاي كالتسمين اللي عمليا هاي الشركات هي مسيطرة بالكامل على كل واد الصليب من خلال بيع الدولة لهاي الأملاك اللي تم الاستلاء عليها عام 48 في أثناء النكبي لهاي الشركات فيه مناقصات اللي كانت كبيرة يعني بال2011 و2012 كانت الدولة وشركة عميدار الشركة الحكومية اللي هي بتستولي على هاي الأملاك كانت تعمل جولات منظمة للمستثمرين من تلقبيب بدعوات شخصية اللي فيها يعملوا جولات منظمة في واد الصليب يفرجوها لبيوت اللي بدأت تنبعها وبهذا الشكل تم بيع مناقصات كبيرة يعني كانت المناقصة فيها 50 واحدة سكنية 60 واحدة سكنية يعني احنا كنا اللي عاديين في هذا الستوديو منقدرش نفوت على هاي المناقصات بس مستثمرين وشركات كبيرة معطيات رهيبة حقيقة فبالتالي عمليا هيك تم بيع واد الصليب وانهاء مطلبنا الجماعي السياسي الوطني في وحقنا التاريخي صحيح وايضا مطالبنا الجماعية المستقبلية اللي تخدم احتياجاتنا الآن في حيفا واحتياجاتنا المستقبلية للأجيال القادمة في حيفا لأنه عندنا أزمة سكن احنا كبيرة جدا فبالتالي صليب بهذا الشكل هو تم إخراجه عمليا من وطننا الحفاوي باللي احنا بنعرفه باللي احنا اللي بدنا بخدم هاي المعطيات عروة وهاي الحقائق المثيرة جدا يعني يعني اللي بتوصف أكيد الحقائق اللي كمان تعرضت لها مدن فلسطينية تانية ولكن احنا يعني متمركزين بحيفا حيفا تتحدى وتتجدد مما بين سياسة التذكير والإنساء وأنا خصوصي عم بقولي الإنساء لأنه كل هاي التغييرات الاجتماعية طبعا والتغييرات السياسية والسياسات وجدت للتأثير والإنساء يعني وإخلاء الذاكرة الجماعية تبعتنا من التفاصيل للحيز العام والمباني العربية والنهضة الثقافية اللي كانت بحيفا طبعا حضرتكم كنتوا بأمسية حيفا تتحدى وتتجدد إلى أي مدى مهمة هاي الأمسية سنويا وإحنا طبعا تابعنا وشوفنا أنه سنويا في إحياء لعايل الأمسية إلى أي مدى مهم جدا إحياء ذكرة سقوط مدينة حيفا وشو هي طبعا ماذا تتخلل هاي الأمسية من نجاطات ومن مضامين طبعا هي الأمسية من تنظيم حركة شباب حيفا لأن مجموعة شباب وصبايا اللي منعتز فيها جدا جمعوا حتى يطلقوا صرخة عمليا حفاوية اللي تقول إحنا مش يعني زوار بهذه المدينة مش مهاجرين بهذه المدينة إحنا متجددرين فيها وهذه المدينة إلنا وإلنا مكانة فيها وإلنا مطالب فيها فعمليا هاي الحركة اللي أنا بعتز فيها اللي هني عم بيقودوا نضال كبير حسب رأي عم بعمل نشاطات ضخمة جدا اللي فيها ترسخ الهوية الفلسطينية وعلاقتنا مع المكان إحنا للأسف في حيفا يعني تمركزنا في الحارات العربية صار حتى مطالبنا وطريقة تفكيرنا هي محصورة ضمن الحارات العربية صنعنا نتعامل مع حالنا إنه إحنا للحارات العربية مش إحنا حيفا فبرايي هاي النشاطات إله أهمية على مستوين مستوى أول هو علاقتنا مع حيفا قوطن إنه نتعامل مع حيفا قوطن نتعامل مع الحجر الفلسطيني مع العمارة الفلسطينية مع الأحياء الفلسطينية مع مركز التاريخي العرب الحفاوي إنه هذا وطن لإنا مش بس إحنا منحصرين وذوتنا عمليا التقطع اللي صار في مدينة حيفا وإنما إحنا بنتعامل مع كل المدينة تبعتنا إنه هي وطنة وعندنا علاقة فيها فواحد من الشهلات للأسف اللي بقول إنه إحنا عنا انقطاع معين بهذا السياق يعني كثير مرات إحنا لأنه هي مدينة ومدينة بتبلع كثير مرات فمنشوف فيه أكتر رابط فردي عمليا صار مع المدينة مش رابط جماعي واحدة من أهدافها النشاطات هي ترسخ علاقتنا وتعيد بناء وتعيد صياغة من جديد لعلاقتنا كعرب حفويين مع حيفا كوطن هاي أول إشي الإشي الثاني هو إنه على مستوى السيادي أيضا اللي بقول عن مستوى السيادي لأنه بالآخر هاي المخططات اللي بنحكي عليها هي إجت ثبتت السيادي الإسرائيلية على أرض الواقع في المكان نفسه يعني إسرائيل ما اكتفت فقط في الاستلاء القانوني على وادي الصليب وعلى أملاكنا ومركز التاريخي كانت بحاجة تعمل مخططات فعلية لتغير شكل المكان وشكل الحيز واحدة من أهدافها المخططة هو مواجهة هاي السيادي الإسرائيلي بسيادي وطني بمعنى أنه اليوم نشوف إحنا فيه مبادرات مختلفة كمان حركة شباب حيفا يعني أعطيكم سبيل المثال مصرح خشبي إذا سمعتوا عنه طبعا سمعتوا عنه إحنا سوركاء من عد حالة معاهد فهنا مجموعة يعني من المبادرين الفنانين اللي إيجوا أخذوا ببيت فلسطيني عريق مهجر فتحوه وعادوا إحياؤه بالمفهوم الثقافي نشاطات من هاي النوع هي مواجهة لتثبيت السيادة الإسرائيلية على المكان لأنه إحنا منثبت سيادتنا البديلة بهذا المكان ووجودنا في هذا الحيز طبعا وكأنه نقطة اللي ذكرها عروة بسهو ذكرها في سياق التخطيط أنه القضية هي جماعية وليست فردية وهذا واحدة من مخططات المؤسسة عروة بما أنه حكينا عن الأمسي قبل الختام أذكر لنا بعض المضامين هك سريعا اللي كانت وشو كانت الأهداف من وراءها أيضا يعني زي ما حكيته على العنوان طبع الأمسي حيفا تتحدى وتتجدد وكان الهدف طبع الأمسي أنه اليوم في ألف عرب جديد بيجاء حيفا سنويا حيفا عم تتحول زي ما حكيت بالبداية كمان عم بتعيد بناء نفسها كمدينة كمركز مديني حضاري ثقافي اقتصادي اجتماعي للعرب في الشمال بشكل خاص للعرب فلسطيني بشكل عام هذا نوع من تحدي عمليا للسياسات اللي عم نحكي عليها صحيح فالأمسي عمليا كان الهدف تبعها هو تسليط الضوء على هذا المبدأ حركة شباب حيفا عملوا بهذا اليوم أيضا جولة في وادي الصليب في المركز التاريخ بعدين اختاروا مبنى تاريخي اللي اسمه العين اللي هناك عملوا الأمسي مع جمالها عرضوا أفلام اللي هن صوروها كان مثير جدا على فكرة اللي فيها تصوروا أجيال مختلفة جيل النكبة جيل الجديد جيل الحالي وحتى الشبيب يراحوا على مدرسة حوار وقابلوا الأطفال عمليا وسألوهن سؤال جدا مثير كيف كنت تشوف حيفا لو لم تسقط حيفا هذا التصور وقم يكون عابر للأجيال أنه عم بوصلوا لهذه الأجيال كان مثير تم عرض الأفلام في الأمسي وكان مثير عمليا لأجوبة اللي أخدناها أنه نحن نشوف عمليا أنه حيفا عندنا كمان رؤية اتجاه حيفا ولازم نحكي على الرؤية لازم يكون فيه رؤية جماعية اتجاه حيفا نقض مع بعض نتخرف عليها لأنه رؤيتنا اتجاه حيفا كمان القيومية اللي تشتق من حقنا التاريخي بس كمان تنظر لمستقبلنا في هذه المدينة لها معاني كبيرة جدا لكيف نتعامل مع هذه الأحياء اللي عم بتم تهجيرها وتفريغها وتحويلها إلى مشاريع سياحية اقتصادية لا تموت بصلة لا لهويتنا ولا لحقوقنا ولا لمطالبنا صحيح عروة يعني شو بدأولك احنا الحديث عن حيفا لا يمل واحنا بنقول حيفا هيك وسقطت فتخيلوا لو لم تسقط حيفا شو كانت ممكن تكون ولكن عروة احنا وصلنا لنهاية فقرتنا وشكرا كثير على مداخلتك على المعلومات الرائعة رغم صعوبة المعطيات اللي اخدناها ولنا اكيد مقابلات مستقبلية عروة من اهل البيت وحيفا دائما بالقلب حيفا دائما للحديث شكرا لحديث عن مهورك شكرا يا عروة هذا واجبنا طبعا وألف شكر للك وكمان نوجه تحية لحركة شباب حيفا الرائعين اللي عن جد دائما هيك نشطاء في كل يوم وطني وفي كل حدث مهم لإلنا كمجتمع فلسطيني في الداخل اشتركوا في القناة